احنا عادنا نتكلم حبة شوية كده قبل ما نبدأ الفقرة بتاعتنا فبالنسبالي انا كنت متأكد انه هيبقى اكتشافة بس بسبالي اكتشافة الاكتشافات كمان يا عم وكنا من ضمن الكلام وده لنا لقطف وسط الحديث انك بتفكر تعمل لرسالة ماجستير اه يعني ان شاء الله بإذن الله اه خدت الدبلومة مفروض ودلوقتي مفروض بقدم الماجستير بتاعي يعني بإذن الله في التمثيل وتفاصيل التمثيل بتاعتنا يعني كده يعني ليه اه يعني اتحققت وتألقت وتنجمت وكل حاجة فعايز عمل ماجستير ليه لا يعني ده انا عمله النفسي يعني من قبيل يعني يموت المعلم ولا يتعلم زي ما يقوله هاي حابب اخد اكتر اتعرف اكتر اتعلم اكتر ويمكن حتى الفكرة اللي انا حابب احطها في الماجستير يعني على قامتنا الكبيرة جدا في فن التمثيل من اسات زيتنا الكبار اللي تعلمنا منهم اه حابب يعني نحط تحتوه اثبت كده كانوا بيشتغلوا ازاي شايفين الدنيا ازاي بيمثلوا من اني حتة الناس دي تستحق الاوسكار فعلا الناس دي تستحق انها تاخد مكانتها اللي تستحقها يعني كنوع من انواع التاريخ وكنوع من انواع ان احنا فن التمثيل احنا نعتبر من اقدم البلاد او في المنطقة على الاطلاق يعني اللي نشأ فيها حاجة اسمها فن التمثيل من اول السينما الصمتة لغاية بعد كده المتكلمة ثم وابدعنا بقى يعني ابدعنا كوميدي تلاقي تراجدي تلاقي تاريخي تلاقي دنيا يعني فمحبة وحب من اللي انا تربيت عليه وشفته من وانا صغير لما جات لي الفرصة ان انا اعمل حاجة زي كده بصراحة قلت ايه ليه لا يعني اتعلم اكتر واشوف اكتر يعني طيب ده كلام اعداما ان انك انت ممكن تكمل بعد كده وتخش تعمل دكتوراه وحاجات زي كده والله بص يعني على حسب انا مبرتبش يعني هي كل خطوة انا بالنسبالي حسب ما بتيجي في وقتها يعني لو لقيت نفسي ان انا متاح ان انا اعمل حاجة زي كده شيء جميل بالنسبالي يعني حتى لما خدت الدبلومة وكانت بصراحة العميدة الدكتورة نبيلة حسن واستاذنا اشرف زاكي يعني كان وقفين جنبي في فكرة تم نجرب تم نحاول تم نشوف فلما دخلت بصراحة استمتعت يعني شفت حاجات وشفت انواع مسارح وتفاصيل وعدت دراسة تاني نعم فكرة ان انت تقعد على التختة تاني بعد الفترة دي وتلاقي الورقة اللي هي عارف الورقة البيضة دي المسطرة بخدر دي تيجي تكتف فيها تاني يعني الموضوع كان صعب عليها شوية ورقم الجلوس والكلام ده بس ايه يعني انبسطت بصراحة فقلت يعني لو ربنا اراد سبحانه وتعالى انه لأعمل خطوة زي دي اه ممكن يعني ما عنديش ازمة فيها باذن الله انت ليه مسلت ليه خدت قرار تدرس الفن تدرس التمثيل وتاخد قرار خلاص انه ده حياتي والله بص يعني انا دايما يقول يوسف الحسيني دايما بيعني بيجيب اسئلة جديدة بسراحة يعني واجاباتها اصعب يعني بص يعني هقول لك من الاول خالص يعني من الاول خالص الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى سمى للتوجيه المسرحي في المدارس اه في وقتي انا 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 كنت في وقتي فكرة النشاط المسرحي والالقاء الشعري وان احنا نهتم بفكرة الشعري ونقوله وناخد جوايز وجمهورية وتفاصيل ونمثل مسرحيات للكتاب كبار وحاجات زي كده واحنا لسه صغيرين زي اردة كده يعني ما فيش حاجة خالص يعني زي ما تقول ان ادها خدتني بقى يعني من عند المدرسة كده ان ادها خدتني حتى بعد ما اخدت السنوية العامة فكان جايلي بقى كذا كلية والتنسيق وبتاع فحاجتين بصراحة انا قدمت فيهم دول انا كنت احببهم او او تلات حاجات قدمت فيهم ساعتها يعني انا قلت الوالدي انسى التنسيق ماناش دعوة التنسيق هيعملين وعملين اه 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 يعني والدي كان يعني كان الله يرحمه يعني كان متفتح بشكل لطيف طوله انسى التنسيق انا قدامي حاجتين يا انا هقدم شرطة وحربية ومعت من مصرحية بص بقى هو يما يجيش جايلك الشرق والغرب اه والله اه كذا حصل ده وصل لدرجة انه اه اه يعني توفقت الاشياء ان امتحاناتهم مع بعض يعني كنت ممتحن امتحانات شرطة في نفس وقت امتحانات حربية اه في نفس وقت امتحانات المعهد وفاكر في يوم بالذات كان اليوم الرياضي بتاع شرطة اوكي كان يوم ثلاث وكان عندي امتحان مع في الورشة بتاعت التمثيل مع دكتور سعد اردش الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه فانا مفروض قاعد معي يوم الاثنين فبيقول ان تسعة تسعة وسانية تسعة ودقيقة مش هتخش ولقوم ما دخلتش هتسقط وكان ليه طريقة كده وكان اليوم ده امتحان الرياضي في الشرطة في العباسية الله اكبر عليك في العباسية وده في الهرب وده كان في الاكاديمية في الهرب فهنا بقى فيه بقى قرار بس انا ما زلت متمسك بالاثنين فعملت ايه بقى الساعة اتنين بالليل يوم الاثنين روحت بيت قدام باب كلية شرطة عشان تخش بدأ عشان اخش اول واحد وامتحانت اول واحد الساعة سبعة الصبح بدأت الامتحانات خلصت الامتحانات كلها ساعة تمانية اتحركت من العباسية كنت في الهرب تسعة الى خمسة وحضرت الامتحانين وخدت هنا والله وانجحت فعلا في اليادي ولائق هنا وروحت عن الدكتور سعد ده خدت لائق وكده فيعني دي كانت توجهاتي يعني انا كنت بحب جدا الفكرة ان انا لا كنت ممكن نبقى زابط او حاجة او كده يعني واعتقد انه جيلي معظمه او جيلنا معظمه كان من اول العيد البدلة بتاعت البدلة البيضة اللي بنلبسها بدلة العيد دي بدلة الشرطة انا عايز اطلع ايه دكتور زابط مهندس اه او طيار انا عايز اخش التلات حاجة كده يعني ففديكة الفكرة يعني فللأسف ما توفقتش بقى في بعض الاختبارات في النهائيات يعني بتاعت الاختبارات بتاعت شرطة او حربية وفجئت ان انا نجحت في المعهد العيد من المصرحي فجئت فجئت اه بس انا اظن انك انت كان نشاطك متميز يعني الحمد لله انت كنت قدرت وصلت الجيزة الله اكبر عليك ايه ايه ده ايه ده انا اعلم وانت الكسيرة وانا ايضا اعلم اه والله ايوة شبت انا عارف حاجات لا لا بفعلا هقولك بعد ما تخلص انا عارف من ايه ايوة انا عارف اسم المدرسة لا 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 اعرف ناس دفعيتك لا دي حقيقة فعلا بالمناسبة وده برضو حاجة حاجة مهمة جدا ادارة وسط الجيزة التعليمية دي كان بيطلع منها جبابرة الجمهورية في اي نشاط رياضة مصرح القاء اسمه ايدا كان فيه خطابة ايوة ايوة كان فيه زعمة درسية اه احنا 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 يعني انا الحمد لله يعني اعتقد ان انا كنت في المدرستين اللي انا تحطيت فيهم في وسط الجيزة دي انا كنت من يعني زي ان بقولوا من المحظوظين لانه الناس كانوا عاملين زي الكشافة يعني مش بس كانوا مجرد ان هم عايزين يعملوا النشاط عشان يعملوا المسرحية اللي تقعد نص ساعة والناس تمشي والقالية تسقف وكانت لأ احنا انا فاكرا احنا كنا بنعمل ليلة العرض ثلاث ساعات ثلاث مسرحيات بنعمل نابليون بونابارت بنعمل لأستاذنا الكبير محفوظ عبد الرحمن بنعمل يا احذروا ما ادملنا بنعمل حاجات لأستاذنا نجيب محفوظ بنعمل انا اخرجت اول مسرحية اخرجتها كنت في قولة سنوي كانت لكاتب لبناني الاستاذ قديب لحود طبعا وانا لسه ما فيش حاجة يعني وكانت مسرحية شعرية من ثلاث فصول ولازم اعمل لها اعداد رامي عشان اوصلها لمدة ساعة لربع ومش عارف ايه لا يعني انا كنت من المحظوظين ان الفكرة تزرعت جوايا بدري وروحت فيها بقى يعني تدت امشي فيها يعني والمعهد بقى انت متصور الحالة بتاعت انه شاب في مرحلة نشقته عنده 15-16 سنة بيقرأ الاديب لحود وبيعمل معالجة انها تصلح لمسرح المدرسة ويخرجها وهدي برضو حالة انا بستغرب هو احنا ليه قضينا عليها بادينا لا يعني اعتقد يعني اكيد فيه اماكن موجودة وفيه بعض التوجهات المسرحية الموجودة في المدارس ممكن يبقى فيه ده شغال وكل حاجة بدأوا يعني بدأنا بقالنا حوالي سنة كده ولا سنتين نشجع تاني النشاط المسرحي بص النشاط المسرحي ده عزيين يعني بالذات المسرح لانه بيعمل نوع من انواع اه كشفة حلوة اه الخطبة جميلة اه بس النشاط المسرحي عشان شامل حاجات كتيرة جدا يعني مثلا مثلا عشان انا اعمل المزيكة بتاعت المسرحية مثلا انا سمعت كل شرائط استاذ عمر الشريعي مزيكت كلها كت عندي الساونتراك بتاعت كل اعماله استاذ عمر خيرت استطعمت يعني ايه مزيكة ازاي حط المزيكة اللي اتعبر عن المشهد ازاي ان انا انزل مثلا اه في وسط البلد ادور على مزيكة اه الطيب والشرس والقبيح اللي هو الفيلم الاجنابي ده ازاي ادور على مزيكة مش عارف ايه عشان نعمش عارف ف وفكرة الوعي بتدي احساس وانتقرى شاعر من وانت صغير كده بتكون عندك خيال وخلق واحساس مختلف بتربي عند الشاب فعلا تفاصيل مختلفة غير انه ممكن اي اتجاه ياخده يمين او شمال لان مجرد ما مدركه بتوسع ووعيه بيوسع بيقدر يحكم على الاشياء بشكل كويس وبيشوف في الشخصيات المسرحية اللي بيعملها او المسرحيات اللي بيقراها الطيب والوحش والكويس وازاي نعبر عن ده وازاي نعبر عن ده وازاي نعبر عن ده ففعلا شيء مفيد يعني النشاط المسرحي المدرسي بالذات لو قعدنا نتكلم من هنا انا ما نساش الاستاذة حياة يوسف وهي يعني كانت مسؤولة التوجيه المسرحي في ادارة وسط الجيزة علمتنا كتير ووريتنا كتير وبجد فيعني كانت مرحلة بالنسبالي انا كنت معتبرها هي المختبر هي المعمل يعني انا طلعت من سنوي دخلت المعهد فكان دايما ما يبقى عندنا شباب خرجين الجامعة ودخلين المعهد فكانوا يحسوا يعني ليهم قدم سبق عننا شوية يعني الجامعة طبعا معمل كبير سنة كنت بالنسبالي ده مش فارق قوي ليه لان انا خط المعمل ده في ست سنين من اولى اعدادي لغاية تالت سنوي كنت شغال في المسرح الترمين بنعمل عرض اخر كل ترم بنعمل مش عارف ايه نروح نجيب الملابس نروح نجيب الحاجات بتاعت الشعر الحاجات اللي هتتلزل او بنعمل تاريخي اللغة العربية ازاي تتنطق ازاي تتعمل ازاي تتقدم حاجات كتير جدا يعني من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري انك قلت جملة او كلمة تحديدا وتوصيف انا بالنسبالي ده جميل لانه غاب نزلت جبت كل او سمعت كل شرائط عمار الشريعي ما قلتش كل ألبومات عمار الشريعي فانا كلمة ألبومات دي الحقيقة بخيني بقعد شد في شعر يعني ألبومات ايه هي اسمها كان شريط ما كناش بيقول كلمة ألبوم دي اصلا ايوه اصلا يعني مش عارف يعني كل واحد عاوز نفسه الشياك يقولك اسمها الألبوم بتاع ألبوم ايه وكن اسمه شريط يا عم يعني ماذا يعد اضحك على بعض عايش عشان الشباب الجديدة برضو لسه معانا معلش يعني بس لأ يعني فعلا يعني لما تسمع مثلا المزيكة بتاع الدموع في عيون واقحة لوحدها من غير ما كنت كمان تفرقتها على القامة العظيمة لأستاذ عادل إمام وهو بيعمل المسلسل تسمع المزيكة جات لأستاذ عمار الشريعي ازاي لما تسمع رقفة الهجان لوحده البريء 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 بغني بصوته ايه ده ايه ده يعني بتوديك في حتة كده يعني بتربي خيال وبتربي مشاعر وبتربي أحسيس جوا الواحد ممكن الواحد ساعتها ما كانش حاسس ان ده بيتعامل جواه ده كان بيتعامل بشكل تلقائي يعني كان بتجبر جواك الأشياء بشكل تلقائي بتعرف تستطعم الأشياء وتحكم عليها بشكل تلقائي لما تعرف تفرق مجرد تسمع التراك داوت فتعرف اه ده أستاذ عمر خيرت اه البيانو بالشكل ده بالطريقة دي فده أستاذ عمر خيرت ايوا ده لا يعني شيء عظيم يعني النشاط المسرحي ده أنا فعشان كده بقولك لما كان بتوع الجمع بقى معنا في المعهد ولا في الأكاديمية أنا ما كنتش حاسس بغربة بينهم طبعا لأن أنا كنت حاسس ان أنا مريت بالتجربة مريت بالتجربة وخدت المختبر ده وخدت المعمل ده جامد يعني دست فيه جامد جدا جدا اه مسابقات مسابقات القاء مسابقات اه مسرح شعر اخراج تفاصيل تأليف شعر حتى يعني كده يعني